يعني ما بقيناش فضل من عند ربنا اللي بيتابعنا بقاله سنين عمر ما بقيناش عندنا نوع من انواع الخوف مع الجمهور الجمهور بقى شايف كل حاجة ومعادش في حد عبيد كل واحد بيبقى عارف كل حاجة قبل ما يروح للبكتور بيتقال له مثلا لا مش هينفع نشيل الاورام وحنشيل الرحم فبيقول له لا ده انا ما شوف ده كترة تانين ما بيحصلش معامل كلام بيتقال له مش هينفع ان احنا غير ان نفتح البطن فبنوري للناس بالصوت وبالصورة من كل الناس اللي في البلد في كل الطبقات في كل الاماكن في كل الجهات بفضل اللي عند الله ازاي ان احنا بنقدر نحافظ على الرحم في ظل هذا الكم الرهيب من الاورام فمعانا هنا ورام سبع سانتي ومعانا ورام هنا جوه تمانية سانتي ومعانا ورام هنا اربعة ومعانا ورام هنا اربعة وفيه اورام تانية جوه حوالي اتنين او تلاتة تانين يعني معانا توتل او مجموع اورام بحوالي مثلا اربعتاشر لخمستاشر سانتي على الالف في الكبرى او الطول واخدين اشكال واحجاب مختلفة وده لازق مع القرون لازق خفيفة بالفضل من عند ربنا ان شاء الله هنتعامل معها وبعدين عندنا قدام ده الورم الكبير وبعدين الضغط على المسانة فتيجي الست دي لما تكوحها وتعطس تلاقي دي المسانة مضغوطة عليها فتلاقيها بتصرب بول في الحمال فطبعا معظم الناس تقولك هل ده ممكن يتشال بالمنزر فطبعا لو مرت على العدد كبير من الأطباء أنا وصف أنه حيتقلها بنسبة كبيرة جدا 99% من الناس أن لا ما ينفعش أن ده يتشال بالمنزر ويكاد يكون البعض ممكن يخطأ أو يعني يعيب ممكن في دكتور زميل أو حاجة ويقول لا طبعا مستحيل أن ده يتشال بالمنزر الحقيقة أنه إن شاء الله ده يتشال بالمنزر ونوري دوت والناس تتفرج على دوت وحوريكوا بعد لما خلص إزاي أنه إحنا هنحافظ على الرحم والرحم يبقى شكله طبيعي وكويس يزنى رب العالمين ونقدر نشوف معالم لهذا الرحم اللي مليان أوقات ربنا يسررنا الحال ويفقنا بإذنى رب العالمين شكرا شكرا